بسم الله وصلاة وسلامه ورسول الله محاضرة الكمبلكس متري هو إيه الكمبلكس أو إيه هي الكمبلكس متري الكمبلكس هو عبارة عن مركب بيتكون من تجمع ما بين حاجتين حاجة مجابة وحاجة سالبة غالبا الحاجة المجابة بيكون نوعها مثل وهي العناصر الانتقالية اللي موجودة في الجدول الدوري اللي موجودة في البلوك دي تمام كده؟ وعندي الأيون السالب ده غالبا بيكون مركب كبير فيه عنده أكتر من مكان أو مكان واحد مكان واحد أو أكتر المهم أنه عنده إشارة سالبة يعني عنده على الأقل at least one lone bear من الإلكترون one lone bear من الإلكترون يعني إيه؟ يعني عنده إلكترونين في مستوى الطاقة الأخير غير مرتبطين بربطة تعالي ناخد مثال مثلا الأمونيا لو جيت بسيط هتلاقي أن النيتروجين عنده one lone bear من الإلكتروني طيب تعالي نفهم يعني إيه one lone bear من الإلكتروني النيتروجين لو جيت عملت له التوزيع الإلكتروني حتلاقيه في الجدول الدوري إن سبعة تمام ممتاز طيب وزع كده معايا one is two two is two two b three طيب أنا لما باخد الإلكترونات اللي موجودة في آخر مستوى هي أنهي واحد فيهم أي حاجة قدامها اتنين هي دي المستوى الأخير بالنسبة لي طيب الأس فيه اتنين إلكترون والبي فيه تلاتة إلكترون يبقى مستوى الطاقة الأخير في النيتروجين عنده خمس إلكترونات ارسمني النيتروجين وحواليه خمس إلكترونات هذا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة هو النيتروجين في الأمونيا متصل بكم هيدروجينة بهيدروجينة ومعها إلكترونها وهيدروجينة تانية ومعها إلكترونها وهيدروجينة تانية كمان ومعها إلكترونها يعني الربطة ما بينهم هما الاتنين ربطة تساهمية ما بينهم هما الاتنين وكل واحد فيهم بيحط في الربطة إلكترون من عنده لأن الربطة عبارة عن إيه؟ إتنين إلكترون طيب النيتروجين ما له دلوقتي عنده زوج من الإلكترونات غير مرتبط بحد إذن النيتروجين بالنسبة لي يعتبر بالنسبة لي يعتبر لويس بيز لويس إيه؟ بيز يعني إيه لويس بيز؟ يعني عنده قدره على إدونية إتنين إلكترون لأي حد ما عندهش إلكترونات وده اللي احنا بنقول عليه الجزء السالب في الكمبلكس طبعاً كده يبقى الجزء السالب في الكمبلكس هو مركب أو زرة عندها على الأقل وان لون بير من الإلكترون والجزء ده بالمناسبة بنسميه الليجند بنسميه إيه؟ الليجند تمام أما الجزء الموجب اللي موجود هنا بنسميه المتل بنسميه إيه هو أصلاً المتل إذن الكمبلكس متري أو تكوين الكمبلكس هو عبارة عن جزءين؟ جزء اسمه متل وجزء اسمه ليجند وهم اللي اتنين بيتكون ما بينهم ربطة كوردينيشن بوند ربط اسمه إيه؟ كوردينيشن من النوع التساهمي طيب حتقوليلي يا دكتورة هو أنت مش بتقوليلي أن أي ربطة في الدنيا هي عبارة عن اتنين إلكترون؟ طيب تمام طب ما أنت بتقوليلي أن المتل أيون موجب يعني لا يحتوي على إلكترونات أصلاً علشان يشارك بها في الربطة طب هيجيب الإلكترونات منين؟ عشان كده الربطة هنا يا شباب اسمها كوردينيشن كوردينيشن يعني ربطة تساهمية من النوع الكوردينيشن إلكترونات الربطة جاية من زرة واحدة فقط من اللي موجودين في الربطة يعني إيه؟ يعني النيتروجين لو اتصل النيتروجين هنا في المركب ده لو اتصل بأيون تاني موجب هيبقى جاي من غير إلكترونات وليكن الهيدروجين الهيدروجين اللي جاي ده هياخد الإلكترونات بتاعة الربطة كلها من النيتروجين عشان كده في الوقت ده النيتروجين بنقونه حطين عليه إشارة موجبة يعني إيه يا دكتورة؟ يعني أن النيتروجين دلوقتي يساهم بالتنين إلكترون اللي كانوا عنده في مصاوات طاقة الأخير مش مرتبطين بحد لأيون الهيدروجين المجابل اللي جاي لأصلا من غير أي إشارات من غير أي إلكترونات دخل للنيتروجين النيتروجين قال له ما تخافش نعمل ما بيني وما بينك ربطة والربطة دي إلكتروناتها أنا اللي حاجبها لك كلها وهيبقى علي أنا إشارة مجابلة لأن أنا كل الإلكترونات اللي عندي شاركت بيها لي طيب لو جاينا نشوف بقى مين هنا فيكم بليكس فورميشن النيتروجين في الكمبليكس ده هو الدونر أو هو الليويس بيز أما الهيدروجين في الوقت ده هو الأكسبتور أو هو الليويس أسد يبقى عندي برضو هنا مصطلحين جداد لويس أسد وليويس بيز لويس بيز هو المركب اللي يحتوي على الأقل at least one long pair من الإلكترون وجاهزين ما هم ماش مرتبطين بحد طبعا كده؟ أما الليويس أسد هو الاكسبتور accept one at least one long pair من الإلكترون طبعا كده؟ دايماً الليويس أسد بيكون على الإشارة مجابة والليويس بيز دايماً يقم على الإشارة سالبة يقم عنده اتنين لون بير من الإلكترون طيب كده احنا عرفنا تقريباً الكمبليكس بيتكون من ايه؟ من جزئين؟ جزء اسمه الليجند وهو الليويس بيز وجزء اسمه المثل هو الليويس أسد واللي بيكون عليه إشارة مجابة دائماً تمام؟ ناخد بقى المصطلحات المهمة اللي احنا ممكن نشوفها في خلال المحاضرة عندي كلمة متل هي هيها كلمة قطين هي هيها اللويس أسد هي هيها السنترال أطوم ودي أي ذرة عندها نقص من الإلكترونات وبالتالي accept الإلكترون يعني بتستقبل الإلكترونات لإن هي عندها نقص من الدونور ودايماً بيكون عندها نقص ديفيشانسي في الإلكترونات وبيكون عليها إشارات مجابة زي القبر الفرس والفرس والفرس اللي هي الفرس ودول بيكونوا العناصر الانتقالية في الجدول الدوري اللي هو البلوك دي عندي كمان كلمة لجند ودي هتشوفها كتير هي هيها اللويس بيز هي هيها الأناين علشان عليها إشارة سليبة هي هيها الإلكترون دونور وديها هي اللي بتدونيت لإن عندها إلكترونات فبالتالي فتتبرع بيهم بتدونيت at least one loan bear من الإلكترون يعني عندها على الأقل one loan bear من الإلكترونات free ما هواش متصل بحد يعني هتلاقي إما عليها اتنين إلكترون بالطريقة دي إما عليها إشارة سليبة زي مثلا الكورورايد والبروميد والإديتا والأمونيا الإديتا طبعاً هي مركب وعنده ستة أماكن للاتصال بالمثال هنشوفها مع بعض في خلال المحاضرة عندي مصطلح تاني اسمه الcoordination number وده الnumber of the coordination equivalent bond يعني عدد الcovalent bond اللي بتتم اللي بتحصل ما بين الليجند وما بين المثال عدد الروابط التساهمية اللي هي من النوع الcoordination اللي بتتكون ما بين الليجند والمثال زي مثلا لو أنت عندك الكبر الـ cu plus 2 مع أربعة أمونيا بيديك CU NH3 الكل الكل plus 2 ده إيه عندك الكبر بيتصل به أو بيتعمل ربطة تساهمية من النوع الcoordination ما بين الأمونيا وما بين القبر وعددهم أربعة إذن القبر عنده الcoordination بيتساوي كام بيتساوي أربعة لأنه يقدر يتصل بأربع روابط من النوع الcoordination مع أربعة لجند طيب بعد كده الكلت دي هنسيبها لحد ما ناخد الحاجة اللي بعدها دي الليجند هنا بينقسم إلى أقسام على حسب النمبر يعني كل لجند عنده عدد معين من الدونور هو اسمه الcoordination number أو الclassification معلش الclassification وفي الليجند لو الليجند عنده مكان واحد يقدر يتصل به بمثل أو بكتائن ساعتقد بنقول عليه يوني دينتات أو مونو دينتات يبقى الليجند على حسب عدد الدونور زي اللي موجودة فيه أو الدونور زي اللي موجودة فيه بنستمه إلى زي الأمونيا الكولورايد المية المية طبعا الأكسوجين هو اللي عنده اتنين فبالتالي بنقول عليه يعني عنده مكان واحد يقدر يتصل به مع المثل أو زي وده هناخده في خلال المحاضرة أو يعني كل واحد فيهم عنده تيترا دينتات يعني عندها أربعة دونور جروب بنتا دينتات يعني عندها خمسة دونور جروب هكسة دينتات يعني عندها ستة دونور جروب كل ده هنفهمه أكتر في خلال المحاضرة المهم إن احنا بناخد الحاجات المهمة اللي المفروض هتأهلنا للدخول في الكلام عندي بقى مصطلح جديد اسمه الكليت والكليت ده هو عبارة عن عبارة عن بيتكون ما بين المثل اللي جند موجود تمام وعنده أكتر من من زر جوه اللي جند نفس هو لجند واحد عنده مثلا نفس اللي جند عنده اكسجنتين إذن الاتنين دول يقدروا يعملولي اتنين كوردينيشن بوند الأولى هتعمل كوردينيشن بوند مع مثل والتانية هتعمل كوردينيشن بوند مع مثل الكومبليكس اللي بتكون بقى الكليد لما يكون عندي لجند عنده اكتر من مكان للاتصال بمثل وبالتالي بيكون لأكتر من رابط كوردينيشن بوند إذن المركب كله على بعض وساعتها بنقول عليه الكليد تمام إذن اللي جند في الوقت ده عنده اكتر من لالالكترون وبالتالي هيكون لك بقى اربعة او خمسة او ستة تعال نشوفها كده في المحاضرة اللي أنا بتكلم عليه زي هنا ده القبر لما بيعمل رابطه مع هذا القبر في النص والقليسين عنده نيتروجينة وعنده نيتروجينة كمان بس او اتصل بأكثر من ربطه. والليجند عنده مكانين الاكسجين والنيتروجين في نفس الليجند. الليجند ده اللي هو مين? اللي هو الجليسين. عنده مكانين. مرة مع الاكسجين بتاع المية. ومرة بتاع الهايدروكسيل جروب عفوا ومرة اتصلت بربطة تساهمية مع القبر. في نفس المركب عنده اكسجينة اتصلت بربطة مع القبر يبقى اذا الليجند هنا عنده اكتر من مكان اده نقطتين للاتصال مع المثل وبالتالي عمل لي ايه نفسي برضو الليجند عمل لي ايه عمل لي سايكل سايكل هنا ايه خماسية عشان كده بنقول على الشكل ده هو كله اسمه كليت يبقى الكليت لما يتكون لي اكتر من ربطة اكتر من مع نفس الليجند ويكونوا لي في الآخر سايكل خماسية او سوداسية ساعتها بنقول على المركب ده هو ككل الكليت اسمه ايه الكليت كده احنا اخدنا المصالحات المهمة اللي المفروض تعرفوه ندخل بقى على المحاضرة ونقول بسم الله الكمبيليكسيشن الكمبيليكس ده ايونيك بروضكت ايونيك بروضكت لاني بتكون ما بين حاجة مجابة وحاجة سليبة او انتقال الالكترونات that form is by combining simpler combining يعني اتصال انايون اللي هو السالب كطيون اللي هو الموجب and molecules تمام اذا كطيون او central atom او حتى بنقول عليه المثل estipically a او estipically metal الكطيون اللي هو الموجب دايما بيكون مثل وبيكون central atom يعني اللي بيكون في النص واللي بيتصل به الليجند من كل النواحي الانيون اللي هو السالب او اللي احنا بنقول عليه الليجند is almost any simple anion زي الهليد زي الصالفات زي الكربونات الفوسفات الحاجات اللي بيكون عليها اشارات سالبة عشان كده بيقولك عليها anion asimble complexation reaction بيتكون ما بينهم تفاعل complexation involve a metal and a legend يبقى هنا ادى المثل اللي هو zinc وبيكون عليها اشارة مجابة والcoride عنده اشارة سالبة حيتكون ما بينهم هما الاتنين رابطة ويديك زيد ان سي ال مينوس عشان ده عليه سالب وده عليه موجب اتنين اطرح منهم هما الاتنين يقمة تشيل السالب دي وتحط السي ال لتو تمام كده طيب كده احنا فهمنا يعني ايه legend ويعني ايه complexation طيب عشان نشرح بالتفصيل اكتر الزيد ان والسي ال هو زيد ان الاشارات عليها موجب تو والسي ال عليها مينوس وان لما يتصلوا هما الاتنين ببعض عشان اشيل الموجب تو مع البلاس وان دول لازم الزينك يكون عنده اتنين كلور فهقول زيد ان ادى الموجب الاتنين بتاعتها يشيلها بقى بالمفروض ان يبقى هنا سالب اتنين طب سالب اتنين ينفع حطها كده لا يبقى كلور زائد كلور هو كمان عليه سالب يبقى ده سالب وكمان سالب اجمعيهم مع بعض يديك سالب اتنين وهنا موجب اتنين يبقى لازم سي ال تو طيب لنفرض ان انا مستخدمة سي ال واحدة يبقى ساعدها لازم الكولورايد اللي باقية يكون على المركب ككل سي ال ماينوس وان فهمتو طيب كده احنا فهمنا الحمد لله الكلام ده الكمبلكسيشن او الكمبلكس فورميشن زمية الايون اللي هو الموجب ويحنا اتكلمنا وقلنا ده اللي هي بتستقبل الالكترون اللي هو السالب زي ايه زي الايديتة تعالوا نشوف الايديتة اللي انا كل شوية عمال اقول لكم عليها دي مش عارفها موجودة هنا ولا لا أدي الأيدتا عندك أدى أكسوجين وأكسوجين على ساليب وأدى كمان الأكسوجينة دي والنيتروجينة ده هي كل دول بيشتغلوا بيشتغلوا كإلكترون إلكترون وبيدوا إلكترونات إذن الإيدتا عيبتعتبر بالنسبة لي يعني عندها 6 أماكن للاتصال بالليجند هي دي الهيكسة الإيدتا أصلي إيثايلين هذا الإيثايل الأول وأدى الاثايل التاني ما عليش العشان لنشوف بس التسمية جاي منين آدى إثايل ضرورتين كربون دايمين آدى الأمين الأول وأدى الأمين التاني تيترا أسيتك أسد آدى الأسيتك أسد الأولاني وأدى الأسيتك أسد التاني الثالث الرابع تمام كده؟ عشان كده اسمه إيثايلين دايمين تيترا أسيتك أسد وبنقول عليه الإيدتا عندها 6 أماكن للاتصال بالليجند بالميتال عفوان طيب عرفنا ان الليجند زي مين زي الإدتا وإحنا قلنا ليه اسمها لأن الإلكترونات بتاعة الربطة بتكون جاية من زرة واحدة فقط تمام يبقى الميتال آيون اللي هو الموجب بيعملي ربطة كو اردينيشن مع الإلكترون بين دونور اللي هو الليجند دايما كل تفاعل بناخده لازم بناخدله ثابت التفاعل ثابت التفاعل بتاع الكمبليكس فورميشن اسمه الكي اف ولكن أنا عندي متال وعليه إشارة موجبة أيا كان عددها زائد الليجند عدد أيا كان عدده متصل عليه إشارة سليبة أيا كان عدد الإشارة ده عدد المولات بتاعة الليجند الناتج النهائي إن المتال هيتصل بعدد المولات اللي موجود عندك من الليجند وعليه الإشارة بتاعة الان المجابة نقص الإشارة بتاعت ال-L ال-M السالبة هتديك مثال أدى مثلا زائد أربعة الأمونيا يبقى كده الأربعة بالنسبة لهنا هي ال-Q والإشارة اللي هي ما فيش عليها إشارة سالبة دي هي بالنسبة لل-M وال-2 هي اللي بالنسبة لل-N اللي فوق تمام المفروض بقى إن ال-M اللي هو القبر هيتصل بال-L اللي هو الأمونيا اللي هي ال-NH3 كلها على بعضها مرفوع تحت كده الكيول اللي تحت هي الأربعة وي اللي فوق هو الإشارات بتاعتهم هي أصلا هنا كان كام كان موجة باتنين طب هنا كان في إشارات لا يبقى موجة باتنين زي ما هي فهمتوا بقى إزاي نفهم المعادلة طيب تعال بقى نجيب ثابت الاتزان للتفاعل ده ثابت الاتزان لتفاعل اسمه الكائف اسمه ايه الكائف وأنا عارف إن ثابت الاتزان هو عبارة عن النواتج مرفوع القس بيسوي عدد المولاد قسمة المتفاعلات بسوي عدد المولاد قسمة المتفاعلات النواتج هنا ايه الMLQ إنه ناقص MQ تمام مقسومة على المتفاعلات الM قسم مضروبة فيه الL فلو جبت الكائف للتفاعل ده حيساوي الكائف حيساوي الـ الـ الكل أربعة قسم موجة باتنين قسمة لإنه مفيش هنا أرقام خلي بالك المركب ده مش مرفوع لحاجة تانية غير مش موجة باتنين ده هنضربها فيها لا ده موجة باتنين ده خاصة بالرمز نفسه التركيز بتاع المركب ده والمفروض هنا عدد المولاد لإن ما فيش هنا عدد مولاد مش هينفع فوق للقوس المربع معناها التركيز قسمة مفيش منه اللي واحد بس مضروب فيه الامونيا خلي بالك الامونيا عندها عدد مولاد اللي هي أربعة بتتكتب فوق القوس المربع من القوس المربع ده معناها التركيز يبقى كده احنا عرفنا ازاي بنجيب لها الكائف وعرفنا ان الكائف هنا ثابت التزان لتفاعل طيب وحنا عرفناه عدد الروابط التساهمية اللي بتتم ما بين المتال والليجند بنقول عليها الكوردينيشن نمبر ودي اما اتنين اما اربعة اما ستة على حسب كل مركب فمثلا القبر هنا القبر هنا مع الامونيا عامل اربع روابط طب انا عرفت منين ان هو عامل اربع روابط مش هو واحد تمام واتصل بكام اتصل باربعة اذا يقدر يعمل اربع روابط مع الامونيا يعني الكبر عنده كوردينيشن نمبر بيساوي اربعة مثال تاني القبر اتصل بكام كلور باربعة اذا القبر هنا يقدر يعمل اربع روابط وبنقول عليها ان الكوردينيشن نمبر بتاعه بيساوي اربعة تعالنا نفصل التفاعل نفصل التفاعل ده التفاعل ده عبارة عن ايه قبر سي و بلاس تو زائد اربعة سي المينس يعني المفروض لو شلت المفروض يكون هنا مينس فور عليهم كلهم تمام القبر حطيته عشان نمشي على نفس المعادلة الليجند كلور الرقم اللي هنا هو اللي بيكون تحت والاشارة اللي فوق هي مجموع الجميع انا عندي بلاس تو وعندي مينس فور انا مش مستخدم واحد بس ده انا مستخدم اربعة من السالب اللي اربعة من السالب يعني ناقص اربعة الناتج النهائي منهم هما اللي اتنين بيساوي سالب اتنين عشان كده نحطيت فوق هنا على المعادلة سالب اتنين طبعا كده طيب قبل ما ندخل على التيترنت والانالايت لازم نكمل البرنسب اللي احنا بنتكلم عليها عندي هنا حاجة اسمها الكليت وقلت الكليت دي لما يتكون روابط تساهمية ما بين الميتال وما بين الليجند وعددهم بيساول الليجند يكون عنده اكتر من مكان للاتصال لدرجة انه يعملي سايكل the most useful complex formation reaction for the titrimetri هو الكليت يبقى اكتر استخدام هنا في تفاعلات الكومبليكسيشن هو وبنستخدمه للتيتريشن هو الكليت فورميشن الكليت فورميشن لما الميتال اين كو اردينيات يعني بيتصل بربطة كو اردينيشن مع اتنين او اكتر دونر جروب على نفس الليجند يعني الليجند يعتبر by dintate او tridentate او bintadentate سواني يعني ايه tridentate يعني عنده اكتر من مكان للاتصال بالمثل وبالتالي الناتج منهم هما الاتنين بنقول عليه كليت بنقول عليه ايه كليت والليجند بالمناسبة بيتقال عليه كليتور يبقى امتى اقول على الليجند كليتور لما يكون عنده اكتر من مكان للاتصال بالمثل زي ايه مثلا زي الجليسين عنده مكانين الاكسوجينة اذا المكان الاول والنيتروجين اذا المكان التاني اذا هو بالنسبة لي كليتور ولما يتصل باي مثل بيعمل لي كومبليكس اسمه الكليت اسمه ايه الكليت تمام وبالتالي الناتج النهائي لازم كلمة دي لازم الكلمة دي تكون منضافة يبقى لو عمل رينج ساعتها بنقول على التفاعل ده هو كله او المركب ده هو كله كليت تمام كده طيب نكمل احنا قلنا الليجند بينقسم الى اقسام على حسب number of donor group اللي موجودة في نفس المركب زي الامونيا الامونيا عندها بس اتنين لومبر من الالكترون ساعتها بنقول عليها unidentate او monodentate لان هي عندها one donor group بتعمل لي univalent complex مركب واحد او complex واحد في ربطة تساهمية واحدة عشان كده بنقول عليه monodentate مثال على البايدنتate الجليسين اللي احنا لسه حالا وغدين وقلنا عنده مكانين النيتروجين والاكسوجين عشان كده اسمه بايدنتate لان عنده two donor group موجودين وفيه عندي trydentate وتترا دنتate وبنتة دنتات وهكسا دنتات تمام المالت دنتات الدول بقى try والتترا والبنتة دول بنقول عليهم multi dentate خصوصا اللي الاربعة وستة دونر اكتر حاجات شيوعا وبتستخدم خصوصا في تفاعلات التايترمتري ابليكيشن ليه؟ لانهما يبقى السبب لما يجي يقول لك ليه المالت دنتات بنستخدمها في التايتريشن هتقولوا والله لانهم react completely وزي الميت العين تاني حاجة يجولي react in a single step مرة واحدة وكمان بيدولك sharp in the point ودي الحاجات اللي انا عايزها اصلا في ايه تفاعل تايتريشن طيب اللي جاندس قالك amnibuli carboxylic acid دي خلاص بقى حندخل في التايتريشن كده احنا اخدنا كل الحاجات اللي المفروض نعرفها عن تفاعل وفهمناها ندخل بقى عن استخدام التفاعل في التايتريشن وعند طريق الكمليكس فورميشن هنقدر نعمل determination لاما الايونات سواء كانت المجابة او السليبة على حسب اللي احنا هنستخدمه فمثلا لما نجي نعمل determination لالتجي اللي هو الزئبق يعني احنا عايزين نعرف كمية الزئبق اللي موجودة في عينة ما هننخليه موجود كsilver nitrate وحننزل عليه بتايترونت هو بيكون الانالايت بتاعنا وننزل عليه بتايترونت سواء اي بقى حاجة مسالبة مش هو الاتشي جي يعتبر من المعادن اللي هو السيلفر طيب حلو هننزل عليه بايه يقيمة ببروم يقيمة بكلور يقيمة بصيوسيانات اتشي جي بلسطو يقيمة بصيانات يقيمة بثايوريا دي هت الحاجات التايترونت اللي بتكون فيه البيوريت اللي بتكون في البيوريت فوق طيب ولانا لايت هو اللي بيكون في الكونيكل فلسك تحت تمام لو انا عايز اعمل لسلق للزبق اللي هو الاتشي جي هنحطه مع نيتريت وحننزل عليه بالتايترونت ممكن يكون طيب الناتج بقى من اضافة اي واحد من دول اللي الميركري بيكون نيوترال ميركري تو بلسطو نيوترال ميركري تو كومبليكسز يعني بروميد مع اتشي جي عشان كده بيقولك بيكون على شكل اما ميركري تو يعني مثلا الميركري تكافؤ سنائي فهتلاقي ايه طبعا احنا بنكتب المثل الاول اللي هو الميركري اتشي جي ومسلا لو كان التايترونت بي اري باتشي جي بي ار تو لو كان كلورايد باتشي جي سي اللي تو لو كان صيوسيانات حيبقى ايه حيبقى اتشي جي هو هو اتشي جي صيوسيانات الكل اتنين وهكذا عشان كده بيقولك ان بيكون اتنين لان الميركري تركيزه سنائي فلازم ياخد معلش تكافؤ سنائي فلازم ياخد اتنين من كل ايه اه انايون بينزل عليه طيب تمام ناخد اللي بعد السيلفر نيتريت لو انا عايز اعمل تيتريشن لمين للسيلفر يعني اشوف كمية السيلفر اللي موجودين قد ايه مع الصيوسيانات البرودكت ايز سيلفر صيوسيانات سيلفر صيوسيانات اه سيلفر صيوسيانات عشان التكافؤات مش واضحة الناتج بيكون سيلفر سيانات مش صيوسيانات عفوان سيلفر صيانات اي جي سي ان الكل اتنين مينوس طيب والانديكاتر اللي بنستخدمه هو الايضايد بنفضل نعمل تيتريشن لحد ما نوصل للتربديتي تربديتي يعني ايه يعني اه ظهور راسب هو عبارة عن سيلفر ايضايد طيب لو انا عايز اعمل تيتريشن للنيكل او ديترمينيشن للنيكل في عينة اسمها نيكل صالفات باستخدم برضو التيترنت هو السيانات سيانات سيانات او سيانات البرودكت هنا هو النيكل سيانات النيكل سيانات النيكل سيانات طيب ده والانديكاتر اللي بنستخدمه برضو هو هو هواس الايضايد لحد ما يبدأ يظهر التربديتي بتاعت السيلفر ايضايد يبقى لو انا باستخدم اي تيترنت كان عندي سيانات بستخدم الآيو دايت كآآ إنديكيتور عندك بقى البوتاسيوم سيانات البوتاسيوم سيانات خلي بالك إنه ممكن يكون الانالايت اللي عندك ممكن يكون مثل أو ممكن يكون هو البيز تمام كده زي السيانات أنا هنا بستخدم البوتاسيوم سيانات علشان أنا عايز أعمل للسيانات نفسه فحستخدم له ما مين في التيترانت هو إما حاجة مجابة إما قبر إما زئبقي إما نيكل تمام لانه هما الاتنين لانه هما كلهم برضو بنستخدمهم كانالايت فباستخدم لهم الثيانات طب انا هنا عايز استخدم الثيانات نفسها يبقى استخدم واحد من دول كانالايت العكس يبقى اصلا في الكمبليكس فورميشن ايا كان نوع الحاجة اللي انا باستخدمها عايز اعملها سواء كانت مثل او سواء كانت انايون ايا كان واحد منهم هما الاتنين ايا كان مثل او لجند اقدر اعمل لهم عن طريق الكمبليكس فورميشن البرودكت اللي بيكون هنا لو كان سيانيت يبقى قبر سيانيت لو كان سيلفر لو كان قصدي ميركري يبقى قبر يبقى ميركري سيانيت بعد كده لو كان نيكل يبقى نيكل سيانيت كمام كده كده احنا فهمنا الحمد لله الموضوع والامور بدأت تمشي نكمل مع بعض الجنرال برينسيبل هنا قالك ممكن يكون أمنوبولي كربوكسيلك أسد ده لو احنا بنستخدم هنشوف يعني ايه أمنوبولي كربوكسيلك أسد لأيه لان لو جينا نشوف الايدة ده احنا قلنا ايه الايدة عبارة عن ايه ايه ثايدين ضاي أمين تيترا كربوكسيلك أسد فاللي بيحصل ايه ان الهايدروجينات اللي موجودة مع الكربوكسيلك أسد اللي موجود هنا ده بتخرج ويحصل مكانها ويدخل مكانها الكمبلكس فورميشن مع المثال اللي موجود وبالتالي الناتج عندي بيكون عبارة عن ايه بقى نشوف الناتج بيكون عبارة عن ايه? عبارة عن امينو علشان النيتروجين بوليكاربوكسيلك اسد. امينو علشان النيتروجين. وبوليكاربوكسيلك اسد علشان الكاربوكسيلات اللي موجودة هنا. تمام? طيب. اه. اه. دي تعتبر حاجات مهمة علشان الكاربوكسيلك اسد. جروب. هو عبارة عن ايه? اذا الامينة او. عبارة عن ايه? ترشري ترشري ليه? علشان متصل بتلت ذرات كربون. اده ترشري امين. النيتروجين متصل باكربونا هنا. ومنتصل باكربونا هنا. ومنتصل باكربونا هنا. ترشري امين. ماشي? تعال نكمل الكلام. ترشري امين. زي ما قلنا. اللي عشان كاربوكسيلك اسد. زي مين وداك مثال اليديتا اللي هو الايثايلين دايامين تيترا اسيت كاسم. الليجند ذات كان التاتش للمتال. لو الليجند نفسه عنده اكتر من مكان يقدر يتصل بهم مع المتال ساعتها بنقول عليه زي الضاي والتراي والتترا زي ما قلنا. وساعتها الناتج اللي بيكون هناك الناتج عنهم هما الاتنين بنقول عليه كليتنج كليت. والليجند نفسه بنقول عليه الكليتر او الكليتنج لجند. تمام? يبقى الليجند ده نفسه طالما عنده اكتر من مكان. يبقى المركب نفسه لما بيكون عنده اكتر مكان للاتصال بالمتال ساعتها بنقول عليه الكليتر او الكليتنج ايجند. لما يعمل بقى كومبليكس خلاص مع المتال ساعتها بنقول عليه الكليت. المركب اللي ناتج الكومبليكس اللي ناتج بنقول عليه الكليت. طيب نكمل الكلام. الكليتنج ايجند اللي هي المركبات اللي عندها اكتر مكان. بتعملي كومبليكس والايون لانه واحد فيهم سالب واحد فيهم نتيجة. موجب. عشان كده التفاعل كله على بعضه اسمه الكومبليكس متريك تيتريشن. الادي ده قلنا هيكسا دينتات لانها عندها ستة اماكن. المكان الاول واحد من دول. يعني الهيدروجين دي بتخرج وبقى هنا سالب. ادى واحد اتنين. ثلاثة اربعة. والنيتروجين دي بيبقى عندها لون بير. والنيتروجين دي عندها لون بير. وبديني النتيجة. طيب. عشان كده اسمه هيكسا دينتات لانه عنده ستة اماكن. الادي ده بتعملي ستيبل كليت. وز موست متال ايون بتعملي كليت مع اكتر من الميتال ايون. طيب. بعد كده سوليوشان كيميستري اف ادي ده. الادي ده طبعا احنا هي اسمها كده اتش فور واي. اتش فور واي لانه عندها اربع هيدروجينات واحد اتنين تلاتة اربعة اتش فور واي. بتفقد واحد فيهم بالترتيب. لو فقدت اول هيدروجينا يبقى اسمها اتش سري واي. فقدت كمان هيدروجينا بقى اتش تو واي. فقدت كمان هيدروجينا بقى اتش واي. لحد ما نوصل لل واي مينس فور. فين الهيدروجينات اللي بتفقدوا اللي موجودين على الكربوكسيليك اسد اللي هنا. اول ما تفقد هيدروجينا من الواحدة من دول يبقى اسمها اتش سري واي. ولها بيك اي مختلفة. تفقد كمان هيدروجينة بقى اسمها H2Y H2Y بقى عندها BKA جديدة وهكذا كل ما بتفقد هيدروجينة BKA بتزيد اول مرة الBKA كانت 1.9 لما كان عندها محتفظة بالاربع هيدروجينات الاسدك فقدت هيدروجينة من الاسدك الBKA زادت لانها فقدت حامضية بقى 2.76 فقدت كمان هيدروجينة بقى اسمها H2Y كل ما بتفقد هيدروجينة بتفقد سالب بتفقد موجة وبقى عندها بالسالب 6.16 فقدت ااخذ هيدروجينة بقت بيز وبقت عشرة بوينت 26 اسمها H4Y ثم H3Y- ثم H2Y-2 HY-3 Y-4 كلهم للمتال تمام؟ لانك عندك اربعة اكسوجين واثنين نيتروجين زي ما اتفقنا عندها ايه؟ اربعة اكسوجين واثنين نيتروجين عشان كده احنا بنقول عليها هكسا دينتيت بتتحد مع كل المتال ايونز بنسبة واحد الى واحد يعني لو انت اخدت خمسة ميلي من الاديتا وتركيزهم مثلا بوينت فايف يبقى اكيد انت عندك بوينت فايف من المتال اذا التركيز بيكون بنسبة واحد الى واحد يعني ايه؟ يعني لو تركيز الاديتا اللي انت نزلتها كان بوينت فايف واخدت منها خمسة ميلي يبقى اكيد تركيز المتال هو كمان بوينت فايف لان هما الاثنين بيتحدوا بنسبة واحد الى واحد تمام كده؟ طيب السيلفر اذا المثلا لو السيلفر اتحد مع الامونيا هيديكي مع معلش الاديتا مينوس فور هيديكي اي جي واي مينوس ري شلنا هيدروجينة هو دخل مكان هيدروجينة هو السيلفر دخل مكان هيدروجينة وحنا عارفين ان الناتج بيكون عبارة عن ايه؟ المتال الاول اللي تكتب ثم الليجند ثم نجمع الاشارات اللي موجودة فوق فبيديكي مينوس ري لان هنا مينوس فور وهنا مينوس او هنا بوزيتف وان لما تترحم هما الاثنين يديكي مينوس ري طيب الحديد عندك هنا بلاس تو خلي بالك وهنا مينوس فور يبقى الناتج هيكون مينوس تو بلاس تري وهنا مينوس فور يبقى مينوس واحد بس عشان احنا قلنا الكي الكي بتاع الميكشر الكي بتاع الميكشر الناتج قسمة المتفاعلات النواتج اي ان كان هو ايه؟ إن ناقص فور لأن احنا عندنا هي كلها على بعضها وي ماينس فور فإن اللي هو الرقم اللي على السلفر اللي هو الرقم اللي على المتل يعني أين كان وبنطرح منه الفور قسمة المتل الأين كان الرقم اللي عليه مضروب في المتفعلات اللي هي الواي ماينس فور طيب الكلتنج إيجنت اللي احنا أخدناها غير الإيدي ده في عندك النيترو نايتريلو أسيتيك أسد نايتريلو أسيتيك أسد نايتريلو تراي أسيتيك أسد وده النيتريلو وعندك هنا كمان الدي سي تي ايه اللي هي ترانس ترانس علشان دي جناح وديت ايه يعني مخططة ترانس واحد واثنين ضاي أمينو لأن هنا أمين وهنا أمين واحد واثنين ضاي أمينو سايكلو هيكسان سايكلو هيكسان تترا أسيتيك أسد تترا أسيتيك أسد تاني اسمه ايه اسمه دي سي تي ايه ضاي ترانس الأول ترانس واحد واثنين ضاي أمينو سايكلو هيكسان تترا أسيتيك أسد طيب وإحنا عارفين الإيدي تطبعا زي ما قلناها إيثايلين ضاي أمين تترا أسيتيك أسد وحتى بيقولوا عليها الإيثايلين داينيتريلو تيترا أسيتيك أسد بيقولوا عليه هكده طيب عندي كمان ديتي بي ايه دية ايه داي إيثايل أذا الإيثايل الأولاني وأذا الإيثايل التاني داي إيثايلين تراي أمين واحد اتنين تلاتة تراي أمين بنتان بنت أساتيك أسد بنت أساتيك أسد لو فقدت هيدروجينا خلاص بنقول عليها سي او مينوس. طيب. وديت عندي اللي هي البيس امينو ايثايل. اذا اه بس. اذا الامينو ايثايل. اذا الامينو ايثايل. وعندك تلاتة ديت. امينو ايثايل جلايكو ايثر. ان وان وان وان. تترا اساتيك اسد. اذا الاولى. الان الاولى. الان التانية. الان التالتة. الان الرابعة. اساتيك اسد. تترا اساتيك اسد. واحنا بنقول عليه. بس امينو ايثايل. امينو ايثايل. ده اسمه جلايكو ايثر. طيب. ده شكل الايثايلين ضيامين تترا اساتيك اسد. لما بتفعل معه المثل ايا كان هو ايه. بتلاقي المثل موجود. هنا المثل موجود في النص. هنا المثل هو موجود في النص. بدليل ان كل واحدة دول عملتلي آآ زي ما قلني ايه آآ سايكل خمسية او سدايت سية على حسب اللي بيتعمل. والسايكل دي لما بتتصل بالمثل كده عشان كده عشان نحن عشان هو عمل سايكل بنقول عليه آآ بنقول عليه الكليت. اما الاديتة نفسها بنقول عليها لكن ده هو كله بنقول عليه الكليت. طيب وطبعا احنا بنقول ايه واحد الى واحد. بمعنى ان كل واحدة من الاديتة بتتصل بواحد من المثل. آآ اده دي كلها واحدة من الاديتة. اتصلت بكم واحد من المثل هل اتنين ولا تلاتة? لأ هو واحد بس. عشان كده احنا بنقول انها بتتحد بنسبة واحد الى واحد مع المثل آين. ليه الستة لجند كلهم. اربعة الاوكسوجين والاتنين النيتروجين اللي موجودة في الاديتة. الاديتة هي اكتر كليتنج ايجنت بنستخدمه في المثل دي. طيب ناخد بقى الاسد بيس بروبيرتز بتاعة الاديتة. احنا قلنا ان الاديتة تختبر بالنسبة لي ايه? بنقول عليها هيكسا بروتيك سيستم. ليه? لان عندها آآ ستة هيدروجينات وبنقول عليها ستة هيكسا بروتيك سيستم. اتشي سيكس واي بلس تو. وز فور كاربوكسيلك اسد. اربعة كاربوكسيلك. اده واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. اربعة كاربوكسيلك اسد. واتنين مع الامونيا. عشان كده بنقول عليها هيكسا بروتيك اسد. البيكي الواحد صفر. كل ما تفقد هيدروجينا البيكي اي تزيد. كل ما تفقد هيدروجينا البيكي اي تزيد لحد ما بنوصل لعشرة واربعة وعشرين. خلي بالك ان البيكي اي الاولى والتانية خاصين بالامونيا. لكن اللي بقيين لحد تحت دول خاصين بالكاربوكسيلك اسد. ويجوالي اكسابريس دا اكوليبريم فور دا فورميشن في كومبليكس اين دا ترم اوف واي مايناس فور. ليه؟ لان غالبا الادتة بتحتفظ بالهايدروجينتان الخاصين بالنيتروجين. وبالتالي انا ما بقاش عندي غير الاربع هيدروجينات بتوع الكاربوكسيلك اسد. اول سيكس بروتون ديسوشيتد. اول سيكس بروتون y-4 هما اللي بيءكت هما اللي بي privately. الاربعة هما اللي بعملوا ريأكت. لا دا هما كلهم بعملوا. ولكن y-4 هما اللي احنا بناخدوهنal reatة. بعد كده الادتة بيقول ان الاجوليبريم احنا قلنا ان الاجوليبريم كونستنط للتفاعلات بتاعة الكمبليكس کنبليكس فورميشن اسمها ال-KF او الكيفورميشن او ال-Formation Conistant يبقى ال-Equilibrium Conistant للتفاعلات دي اللي بنتستخدم فيها ال-Editite اسمها ال-Formation Conistant او ال-KF او حتى اسمها ال-Stabilty Conistant برضو برضو في النهاية بتلاقي حاجة اسمها ال-KF ال-KF لو عندي تفاعل M كله سين زائد Y صفور يبديك M Y إنه نقص فور وإحنا شرحنا ده وطبعا ال-KF بيساوي النواتج قسمة المتفاعلات تركيزات النواة القسمة تركيزات المتفاعلات بعد كده بيقولك ان الكائف could have been defined for any form of the editor لأي شكل من the editor سواء كانت ال-4 اللي تحولت بعد كده إلى y-3 اللي بعد كده تحولت إلى y-2 اللي بعد كده أي form من the editor من دول من دول بنقدر نستخدم معه الكائف مش لازم يكون y-4 it shouldn't be understand that only ما ينفعش تكون فاكر يعني بقولك ما ينفعش shouldn't be understand that ان الكائف بيستخدم فقط ال-4 لا ده كلهم كلهم زي ما احنا قلنا ال-2 ال-2 -3-4 أي واحد من دول بنقدر نستخدم معه الكائف وأي واحد من دول نقدر نستخدمه أصلا في تفاعل ايه ال- طيب بعد كده لو جينا نشوف الكارف الجينيريك تايتريشن كارف الجينيريك تايتريشن كارف للإديتا لايك سترونج أسد بيست تايتريشن شبه للأسد بيست تايتريشن نوع الشاب اسمه فيه تلات نقاط before add and after before الإكليبريا يعني بعد إضافة آه شوية من الإديتا عند 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 التفاعل عند الإكويفلانت بوينت لما يكون التفاعل تهم وبعد ما نضيف عندك اكسس من الإديتا بعد نهاية التفاعل يبقى before بيكون عندي إيه يعني مثلا أنا عندي في المثل هنا المثل تمام كده وعندي فوق في هو الإديتا تمام حلو في الأول في بداية التفاعل أنا عندي كمية كبيرة من المثل لسه بعدين بدأت أنزل عليه شوية من الإديتا شوية بشوية 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 بدأت الإند بوينت تبدأ تظهر لسه فيه لسه 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 مدتني الشارب إند بوينت هنا وصلنا عند الشارب إند بوينت إذن في الأول كان عندي إكسس من المثل لسه ما حصلش ما كملتش ما كملتش الإديتا لحد ما وصلت الإكليبريا قد هنا لحد عند النقطة دي عندي اسمها يعني كمية المثل كلها تشبعت بكمية الإديتا اللي أنا نزلتها بعد كده إيه اللي بيكون لما نزل الإديتا بقى زيادة خلص المثل كله إذن الإديتا هي اللي هتكون كتير لأن أنا خلاص الإديتا اللي نزلتها كلها خلاصت على المثل الموجود ما عادش عندي مثل خلاص كل المثل الموجود مرتبط بإديتا لو نزلت إديتا كمان هيبقى عند الإديتا الوحدها من غير أي مثل لأن المتال خلاص خلص خلص كله كله من المحلول إذن هنا الريجون السري اللي هي افطر افطر الكويفلانت بويند اسمها يبقى في الأول بيكون عندي مثل لسه مخلصش عند الاكوليبريم أو عند الاكوليبريم كل الادتة تحدث مع كل المتال الموجود بعد الاكوليبريم بيكون اللي الزيادة عندي هي الادتة فالشكل بتاع الريجون هنا اسمها الاسي شيفت بيكون تحت كمية الادتة اللي بتتضاف بالملي وبيكون هنا المتال المتال هنا كنا بنستخدم البي اتش لكن هنا بيساوي سالب لج تركيز المتال زي بالضبط البي اتش سالب لج تركيز ايون الهدروجين الموجود فيقول هنا شبه بالضبط السترونج اسد مع السترونج بيز في عندي ثلاث نقط في عندي رأى تعريف اسمه يعني اين يعني لما يحصل لما يحصل في اقوص ميديا والاقوص ميديا ممكن يكون حاجة من اتنين لو انت استخدمت اقوص ميديا او بيزيك ميديا يعني ايه يعني حطيت المثل وليكن القبر وحطيت معاها ايدروكسيد سوديم ايه اللي حصل دلوقتي القبر او النحاس محطوط في بيزيك ميديم كل ده علشان لما جي انزل عليه اليدتا يكون هو دايب في حاجة القبر دايب في حاجة قالك في الوقت ده المثل ممكن يعمل لي بريسبتد او يعمل لي كومبليكس او يعمل لي هيدروكسيد هيدروكسيد مع البيزي المحطوط زي ايه مثلا زي الكبر هيدروكسيد او الماغنيسيام هيدروكسيد او السيلفر هيدروكسيد كل ده بيحصل لو تم التيتريشن في اقوص ميديا او في بيزيك ميديا طيب ساعتها انت بتمنع عملية الايه الكمبليكسين الكمبليكسيشن طيب هنعمل ايه علشان نمنع ان القبر يتحد مع في الاقوص ميديا او البازيك ميديا مع الهيدروكسيد الموجود قالك انت بتحط حاجة اسمها ده بيمنع التفاعل ما بين المثل اللي انت اضفته مع الو ايه الموجودة سواء كانت موجودة في المياه او سواء كانت في البازيك ميديا اللي انت شغل عليها طيب طب ما هيجي واحد تاني يسأل ويقول طب ما احنا لما هنحط الو اجزيلري كومبليكسينج ايجنت ده هيمنع برضو المثل انه يتحد مع الايديتا ساعتها في الوقتي ده هنعمل ايه قالك لا ده الو اجزيلري كومبليكسينج ايجنت ده قوي كفاية انه يمنع حدوث التفاعل مع البيز وفي نفس الوقت ضعيف كفاية انه ما يمنعش المثل انه يتحد مع الايديتا يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا عايز اقولك ان بوظيفة الاكزيلاري كومبليكسينج ايجنت ده وقف تفاعل وقف تفاعل المثل مع الهايدروكسيد الموجود تمام كده؟ يبقى انا حوقف التفاعل ده وفي نفس الوقت هخلي المثل متاح انه يتحدل مع الاديتا تمام كده؟ فبيقول ايه في الوقت ده الاكزيلاري كومبليكسينج ايجنت ان الاكوة سوليوشن يعني لما يكون التفاعل ده بيتم في وجود مية او في البيزيك سوليوشن المثل هيدروكسيد كومبليكسز او بريسبتات كان فورم اما بيحصل متل هيدروكسيد زي القبر هيدروكسيد او المغنيسم هيدروكسيد او بريسبتت زي السلفر هيدروكسيد هيدروكسيد الفضة ده يعتبر بالنسبة لي بريسبتت يعني راسب يبقى اما يحصل راسب اما بيحصل تفاعل ما بين البيز وما بين المثل خصوصا في الالكالاين بي اتش يعني احنا قلنا ايه خصوصا في وجود البيز ساعتها لازم نعمل حاجة هي ايه يبقى احنا عرفنا وظيفة الالكالاين اجنت لو كان التفاعل ما بين المتال وما بين الادة تتم في اقوى السوليوشن او في تم في وجود الالكالاين ميديا الالكالاين بيمنع عملية حصول المتال هيدروكسيد او البرسبتات تمام ايه هو بقى الكمبليكسينج ايجنت تعريفه بقولك انه هو ميليجند احنا عرفنا كلمة ليجند معناها اي حاجة بتتفاعل مع المتال زاد بايند سترونج لي اناف تو الميتال ايون تو بريفينت الهايدروكسيد برسبتاشن عشان امنع عملية البرسبتاشن مع الهايدروكسيد ان تيتريشن ميديا ولكنها ويك اناف تو ديسبلاس دي باي الادتا ولكن في الوقت ده لازم الادتا لما تيجي تشيلها وتدخل مكانها هي كل وظفتها انها تمنى حدوث التفاعل ما بين المتال والهايدروكسيد ولكن اول ما هتنزل الادتا الادتا هتحل محلها وتتحد هي مع مين مع المتال تمام يعني المين كومبليكسينج ايجنت هو الادتا لكن الاكزيلاري كومبليكسينج ايجنت هو الحاجة اللي احنا بنضفها زي ايه مثلا اديني مثال على الاكزيلاري كومبليكسينج ايجنت that used for transition metal اللي بنستخدمها مع transition metal زي اللي هي الحاجات الانتقالية زي الزنك في أثناء عملية zinc a يبقى اديني مثال على الاكزيلاري كومبليكسينج ايجنت هو الامونيا امتى بستخدمه في حالة الزنك لما بتفاعل مع الادتا وظفته ان يمنع ترسيب الزنك على هيئة زنك هيدروكسيد وثم بعد كده يحل محل الامونيا ده ايه الكمبليكسينج ايجنت الاساسي اللي هو مين الادتا فهمنا يعني ايه اوكزيلاري كومبليكسينج ايجنت ناخد بعد كده الانديكيتور احنا عرفنا خلاص من اللي احنا بنعمله تيترياشن هو الميتال طيب ده اللي احنا بنقول عليه الايه الميتال طيب مين التيترانت اللي بنستخدمه هو الادتا مين الاكزيلاري كومبليكسينج ايجنت اي حاجة بتمنع حدوث التفاعل الهيدروكسيدي او تفاعل في البازيك ميديا زي الامونيا وهناخد بقى دور الانديكاتور هنا يبقى احنا بنستخدم الانديكاتور اللي احنا بنستخدمه نوعه يبقى حاجة من اتنين اما متال ايون انديكاتور يعني متال اصلم وبديني لون او حاجة اسمها الايون سيليكتف الالكترو كا انديكاتور المتال ايون انديكاتور بتغير اللون هو ان المتال ايون اول ما المتال الاصلي اللي انت بتعمله تيتريشن يتحد مع الادتا ويخلص المتال ايون بقى هو اللي هيتحد مع الادتا ويغيرك اللون يعني ايه علشان نقدر نفهم الموضوع انا عندي المتال الرئيسي موجود فيه المتال الرئيسي اللي انا بعمله تيتريشن المتال الرئيسي اللي انا بعمله تيتريشن موجود في الكونيكال فلسك مش عارفة اسم كونيكال فلسك موجود في الكونيكالفلسك تمام ده المثال الرئيسي اللي أنا شغال عليه ونازل عليه بالإيدتا تمام حلو كده حلو المثال الرئيسي ده هو لولوه الأولوية في الاتحاد مع الإيدتا وبنزل مع جزء من الانديكاتور الانديكاتور ده هو لون الكحلي اللي أنا منزله وهو لكنه مثال أصلا حلو نزلت الإيدتا الإيدتا تفعلت مع كل المثال الأصلي اللي هو اللي باللون الأخضر وخلص وصلنا المين للإكويفلنت بوينت كده كل المثل اللي باللون الأخضر اتفاعل مع الإدتة كلها ودلوقتي المثل خلص بقى مثل وإدتة ممتاز أول نقطة من الإدتة حتنزل حتى تفاعل مع المين مع الإنديكاتور اللي أنا حطاه ويبدأ الإنديكاتور ده يغير لي اللون اللون لما كان لوحده من غير حاجة قبل ما الإدتة تنزل عليه وتخلص كل المثل وأول ما الإدتة نزلت عليه واشتغلت عليه غير لون إذن يعتبر بالنسبة لي مثل إنديكاتور إذن المثل اللي احنا بنستخدمه في عملية الكمبلكسيشن هو مثل إنديكاتور ووظفته أول ما المثل الأصلي اللي أنا بشتغل عليه يخلص ويتحت كله مع الإدتة يبدأ هو يغير لي اللون طيب اديني مثال الماغنيسيام ابت اللي هو الإيريكروم بلاك تي اسمه ماغنيسيام إيريكروم بلاك تي وده اللون ورد الإدتة كلير الماغنيسيام إدتات كلير والإيريكروم بلاك تي دي لونه بلو ديت الألوان ما ظلنش إنه المفروض تحفظوه ولكن الإنديكاتور يعني المفروض إن الإنديكاتور يتصل بالإدتة أو يتصل بالإدتة أقل أقل بالإدتة أقل من اتصال الماغنيسيام الماغنيسيام الأصل بالإدتة طيب مثال مثال على الأيون إنديكاتور راح نقولنا هو الإيريكروم بلاك تي وده أول ما الإدتة بتخلص على الماغنيسيام أصلي بتروح تتصل بهو مثال ديت الألوان بتاعته في الأسيديك ريد وبلو ده الإسمه الإيريكروم بلاك تي ولونه في البيزيك ميديا بيكون لون أورنج طب ليه أنا قلت إن ده أسيديك ميديا لأنه متحد مع هيدروجين لما يكون من غير هيدروجين بيكون بيزيك ما ظنش برضو إن مطلوب عليكم تحفظوا الألوان نفس الكلام حاجة اسمها الكلمي وده لونين لون في الأسيديك آآ بهايدروجينة واحدة بلو من غير الأسيديك خالص لونه أورنج أما آآ الميروكس الميروكسايد برضو له ألوان ما ظنش إن الحاجات دي مفهوم يعني عليكم وزي لول أورنج والآآ والبيروكاتيكل كل دول آآ من من الانديكاتورز اللي احنا بنستخدمها في عملية آآ في التكنيك بتاعت طيب التكنيك اللي بنستخدمه في الإيديتا عندنا أربعة تكنيك حاجة اسمها وده طبيعي المثل موجود معك في بتنزل عليه بالإيديتا ونشوف التفاعل بيتم بنسبة واحد لواحد يعني لو انت عندك كمية من الماغنيسية اتخذت بتركيز كذا بيكون نفس الكمية بالتركيز الفلاني من المثل فبيقول وزا سوليوشن وبنزبط البي اتش بتاعت التفاعل كلها الكائف هي اللي بيكون لازم تكون عالية علشان البي اتش تكون متزبط او البي اتش تكون متزبطة علشان الكائف عالية وتقدر تحدد طيب يعني هو تيتريشن عادي ده اللي انا عايز اقوله لك ان انت بتزبط البي اتش وبتزبط الدنيا كلها وبتنزل آآ شوية من على شوية من المثل الموجود طيب اما بالنسبة ل بقى ده محتاج بس دماغ كل اللي انت بتعمله في ان انت بتنزل كمية من معروفة يعني مثلا انا حنزل خمسين ميلي بغض النظر عن وصلت الاند بوينت او ما وصلت لهاش ولكن انا المثل استهلك من الخمسين ميلي دول كمية غير معروفة واللي يكون الكمية دي انت ما تعرفش هو ما قد ايه اصلا من الادتا تمام كده اللي باقي من الادتا ده اللي هو غير مظلل بتاخده انت ما تعرفش هو قد ايه بس بتروح تعمله بكمية تانية من مثل تاني بكمية تانية من مثل تاني حلو الكلام طيب الكمية اللي انت عملتها من المثل دي بتستهلك اللي باقي حلو بمعرفة ده في التيتريشن التاني ده التيتريشن التاني بمعرفته تقدر تطرحه من الخمسين ميلي تمام كده وبكده تجيب الكمية الاصلية تاني لشان اللي مفهمش انا عندي كمية معينة من المثل محطوطة في الكونيكا الفلسكي نزلت عليه بكمية معينة معلومة التركيز من الادتا وليكن انا نزلت بخمسين ميلي تمام واستهلكت منهم كمية انا معرفهاش ووصلت والمفروض ان التفاعل وصل ولكني انا معرفش الكمية اللي استهلكه التركيز اللي استهلكه والكمية اللي استهلكها قد ايه بازن انا بقى عندي خمسين ناقص اكس تمام الخمسين ناقص اكس دول باخدهم اعملهم بتيتريشن مرة تانية اجانست اي مثل تاني عرفت الاكس عرفت قصدي الخمسين ناقص اكس دول وليكن مثلا الخمسين ناقص اكس دول وليكن مثلا عشرين حلو إذن الـ X كانت كام الـ X اللي هي في الأول اللي أنا استهلكتها في الأول كانت كام إذن الـ X بتساوي 30 إذن أنا عملت تيتريشن في الأول بكمية غير معلومة نزلت كمية من الإيدة معلومة ولكن معرفش استهلك قد إيه من المثل منها أخدت اللي باقي منها اللي هو الـ 50 نقص X وروحت عملت له باك تيتريشن وعرفت هو قد إيه طلع عندي 20 إذن اللي اتخده في الأول هم الثلاثين تعال بقى نفهم الكلام بيقول الـ Back-Titration Non-Access Non يعني معروفة من الإيدة is added to the Analyte المفروض إن الإيدة اتحد مع كمية معينة من الإيدة أنا معرفهاش طيب اللي فاضل الإكسس اللي فاضل بعد إما الإيدة راح يتحد معاه قالك الإكسس إيدة ده بتاخده وتعمله تيتريشن مرة تانية بـ Second Metal Ion ولما بتعرف النتيجة في التيتريشن التاني بتستنتج منها النتيجة بتاعت التيتريشن الأولين ده اسمه التفاعل إيه الـ Back Back-Titration فعندي حاجة تانية اسمها Displacement-Titration هو شبيه شوية بالـ Back-Titration ولكن تعال نفهم إيه اللي بيحصل لنفرض إن انت عندك مثل ولكن لما تيجي تعمله تيتريشن بإيدة ما انتشلق إيه له indicator كويس طيب هتعمل إيه في الوقت ده قالك في الوقت ده عشان توصل للـ End Point مش هتقدر لإن إحنا مش لقيين indicator التفاعل ده كويس طيب هنعمل إيه في الوقت ده قالك في عندي حل للخروج من الأزمة دي إن أنا أجيب ماغنيسيام إيديتات واروح أحطه على المثل يبقى أن عند المثل هنا وضفت عليه حاجة اسمها ماغنيسيام إيديتات الـ Mg-Edit إيديتا مينوس تو حلو ضفتها قالك في الوقت ده المثل اللي هو المعدن اللي عندك هيروح يدخل مكان الماغنيسيام كل اللي موجود كل الماغنيسيام اللي موجود في الإيديتا المثل هيروح يحل محله تمام إذن إيه اللي بقى عندي اللي بقى عندي ماغنيسيام فري والمثل خلاص راح يتحد مع الإيديتا تمام خد الماغنيسيام ده وروح يعمله طيتراشا المرة تانية ويعرف كميته ولو عرفت كميته يبقى بكميته بتساوي المثل اللي كان موجود حلو؟ تمام يبقى تاني اسمه displacement لانه بيحصل فيه تبادل انا بيكون عندي مثل موجود بنزل عليه بحاجة اسمها ماغنيسيام اديتات المثل هيحل محل الماغنيسيام كله اذا اللي بقى عندي هو الماغنيسيام رح خد الماغنيسيام ده ويعمله تيتريشان مرة تانية ويعرف كميته كمية الماغنيسيام بتساوي كمية المثل فبيقول فورا مثل وزاوة جوت انديكاتور ايون الماغنيسيام بيروح يحل محله وبعد كده الماغنيسيام اللي فاضل بتعمله تيتريشان بستاندرد اديتا مرة تانية وتعرف كميته ومنها كمية الماغنيسيام بتساوي كمية المثل عندي حاجة اسمها الانديريكت تيتريشان الانايون كان بيانالايز بي بريسيبتيشان وز اكسس ميتال ايون and then تيتريشان في الميتال اينا دزولفت بريسيبتت وزاوة يعني ايه يعني انت بتجيب الانايون او الميتال اللي عندك ده او الحاجة السالبة اللي عندك ده بتروح تعمل لها بريسيبتيشان بميتال اين تمام يبقى بجيب الانايون اي حاجة سالبة واروح اضيف عليها اي حاجة مجابة اللي هي الميتال لان الميتال دايما مجاب زي ما اتفقنا اسمه القطين بعد كده المفروض ايه اللي بيحصل وبعدين المفروض ان الميتال دلوقتي متحد مع الحاجة السالبة دي تمام يبقى دلوقتي الانايون اللي هي الحاجة السالبة كان بيانالايز دباي يبقى في الانديريكت تيتريشان احنا عايزين نعمل تيتريشان لمين لانايون لحاجة سالبة كان بيانالايز دباي المفروض كمية الانايون اللي موجودة ولا يكن اي حاجة سالبة ولا يكن هيدروكسيد سالب هيتحد مع السلفر وانا عايز اعمل تيتريشان للهيدروكسيد السالب وكمية والكمية اللي موجودة بقت عندي ايه خد بقى ده وروح اعمله تيتريشان تمام حتجيب كمية مين كمية السلفر اللي موجود وكمية السلفر قد كمية مين الهيدروكسيد اللي موجود انا بجيب لك مثال اذا الانايون اقدر استخدمه اعمله تيتريشان بالكمبليكسيشان او عن طريق ايه الانديريكت تيتريشان بجيب الانايون وفعله مع متل وبعد كده اخذ الانايون والمتل ده الميكس اللي اتعامل ده وروح اعمله تيتريشان ايجين استئيدة كمية المتل اللي هتطلع هي هيها كمية الانيون اللي هتطلع تمام كده طيب يبقى كل واحد من دول له استخدام بنستخدمه للمثل اللي ملهاش اللي ما عندهاش الانيون باستخدمها للانيون باني برسبها مع مثل وبعد كده اخد الراسب ده واعمله كمية المثل ساعتها بتكون كمية قد كمية الانيون اما بالنسبة للديريكت والديريكت تايتريشن والباك تايتريشن عادي هما الاتنين ممكن استخدمهم مع اي حاجة كده خلصت محاضرة الكمبيليكسيشن ولو فيها اي سؤال اي استفسار انا حاولت اوضح كل كلمة موجودة في المحاضرة لو في اي سؤال ممكن تبعتولي او تبلغوني على رقم الوطس اللي معكم السلام عليكم ورحمة الله